هي يعني الرسالة اللي بتتوجه ولازم أقول قبل ما أقول رسالة لازم أقول أن ده ملوش أي علاقة لا بالأندية جماهرية كانت أو غير جماهرية ولا بالجمهور ده لي علاقة بصمعة أو أقول هيبة التحكيم المصري اللي بعتقد أن أكتر ناس مفترض تبقى غيورة عليها وأكتر ناس مفترض أنها تبقى حريصة على السعادة الحكم المصري لمكانته مش بس جوا مصر كمان برا مصر هم الحكام نفسه ومع كامل التقدير لإسم مارك كلاتنبرج وأنا في يوم الأيام قلت هنا أنه إيه المانع زي ما بنلجأ لمديرين فنين أجانب على مستوى المنتخبات وعلى مستوى الأندية يقدروا يجي يعملوا بصمة يعملوا نقلة ينقلوا خبرة أنه ما نستعينش في يوم الأيام بحد يكون أجنبي يقود مشوار الحكام في مصر وقد كان تم تعيين كلاتنبرج مع كاملة احترامه والتقدير هو أبداً لن يكون أكيد غير على اسمه وغير على أنه تجربته تنجح هنا في مصر لكنه مش هيكون غير على هبة التحكيم المصري وصمع التحكيم المصري زي حكامنا المصريين التحكيم السنة دي على المحك ومحتاجين أن حكامنا يقدمه موسم ناجح كنا نتكلم عن التحكيم حسب على فطورة إيلة والسنة اللي فاتت يعني يمكن احنا الأهلي الحقيقة عانى بشكل مباشر ومؤثر جداً مع القرارات التحكيمات الأهلي عايزة أكمل الأهلي وأندية كسيرة وده لب أنا أقول تسع كامل بس ما كانش الأهلي هو الصوت الوحيد اللي بيشتكي من مصر التحكيم بس هي مؤثرة طبعاً على الأهلي في سباء المنافسة على البطولة بالضبط لكن أنا بتهالي السنة اللي فاتت ما فيش نادي ما اشتكاش من الحكام وماشتكاش من التحكيم والمؤلئ بالنسبالي الخطأ الفادحة الحقيقة الدنيا كلها كتت مقلوبة عليه في أفريقيا طبعاً مطش الترجي بالضبط كده الهدف مبرار وحيد اللي تم احتسابه نتيجة راكل الجزاء يعني طبعاً غير موفق على الإطلاق إبراهيم نور الدين في احتساب هذه اللعبة لأن اللعبة واضحة قوي من خارج منطقة الجزاء بمسافة يعني معرفش هو ازاي حتى زي ما كنا بنقول لو ما شفهاش دبقى جريمة أكبر دبقى جريمة أكبر لكن هي واضحة أن هي مش جوه منطقة الجزاء من البداية يعني والقرار قرار أستاذ جمال قرار فرق في نتيجة نتيجة مفصلية ده مش مطش ممكن تعويضه مشكلة الأخطاء التحكمية في كده إن هي حتى لو جيل حكم قال أنا ما أقصدش طب ماذا استفاد الفريق المتضرر أي أن كان اسمه إحنا ألف وبيه بيلعبه ألف أو بيه إحنا ما يهمناش ده مين مهم كل حد ياخد حقه إنه كل واحد ياخد حقه فلما يكون بقى ده البداية لا أعتقد أنه برضو كلاتنبرج كراجل طبعا هو باتتفق معك إنه هو مش هيبقى غيور على التحكم المصري أكتر مننا بدليل كمان إنه هو قال لك أي فريق عاوز حكام أجانب أجيب له يعني هو مش فارق مع الحتة دي قوي وبعدين إصلاح التحكم هل حيبقى من خلال حكام الدوري الممتاز فقط ولا بقية الدرجات ما أنت لازم برضو وإنت بتصلح منظومة التحكم تصلحشه من فوق بس يبقى من تحت كمان وهي دي المشكلة و الله يتسدق أستاذ جمال أنه أنا في يوم يعني قبل فترة الراحة السلبية يعني وقبل الأهلي ما يبتدي يخش في موضوع المركات والصفقات ده كنت بتكلم على موضوع الصفقات وقلت لإدارة النادي الأهلي قلت دي رسالة أتمنى أنها توصل المسؤولين ولإدارة النادي الأهلي أنه نعتبر فكرة أو بجت ميزانية التحكم كأنها صفقة الأهلي بيشتري فيها لعيب أجنبي وبالتالي كل المطشاط اللي ممكن تبقى مهمة أو صعبة تحكميا يلجأ الأهلي فيها للتحكم الأجنبي مقدما حتى وإن كان ده أنا بس اللي عايز أقوله لك والإحساس هو أنا بقول الرسالة دي أنا كنت متضايق أن أنا بقول كده وإحنا عندنا حكام مصريين بتقول كده من مستوى التحكم أو من كم الظلم اللي بيتعرض له فريق النادي الأهلي يعني ده اللي بيخليك تقول كده لكن عندي شعور برضه من لواية بعد يعني أنا مش مرتاح وأنا بقول ده طبعا ترجمة نانسي قنقر